التقى الفريق أول لمحمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة بالنائب الأول لرئيس جمهورية غنيا الاستوائية دور أوبيانجا وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الدفاعي ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة السيد تيدور نيجيما أوبيانجا النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الدفاعي ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الاستوائية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكري وتنصيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالجهود المصرية الفاعلة في دعم قضايا القارة الأفريقية مواربا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة